فلا نبضت نخوة في دمي ولا عزني شرف الموطني إذا حدت عن مبدأي أو رضيت بعيش من العار مستهجني اتخذ الشهيد محمد حميد مشوح من هذه الكلمات شعاراً له في مواجهة الميليشيا الحوثية الإمامية الشهيد محمد حميد مشوح من أبناء محافظة عمران كان الأول في مديريته في الثانوية العامة والتي على إثرها التحق بالمعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة وتخرج منه عام 2013 كان الشهيد من الأوائل الذين امتشقوا بنادقهم وتصدوا للميليشيا الحوثية في محافظة عمران فقد كان وثلة من زملائه ممن التحقوا بمعسكر اللواء 310 الذي كان يقوده الشهيد العميد حميد القشيبي والذي لمس منه جرأة وشجاعة فأوكل إليه مهاماً عسكرية عديدة وفي عام 2015 التحق بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمأرب وتم تعينه قائد سرية وعمليات كتيبة ثم أركان حرب كتيبة وأثناء المعركة نجح في تأدية المهام الموكلة إليه جرح الشهيد مرات عديدة لكن ذلك لم ينل من إرادته ولم يكسر من عزيمته جمع الشهيد مشوح بين الشعري والمقاومة دفاعاً عن الجمهورية فكان شاعراً شعبياً مفوهاً كتب وألقى قصائد عديدة في مناسبات عدة سلكنا طريقة العز وإحنا لها اخترناه ونفسي مع الرحمن للموت سباقه وقرآن ربي قد رضيناه من هجناه وسنة ربي الله في الروح خفاقه 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 رجل الكرامة فرقصية جماجمنا وها ماتنا كالنجم للناس براقه هجرناك يا عمران نحفظ كرامتنا وأنتي بتسريف الشرائي خفاقه حياة المذلة عندنا ما لها معنا ونفسي العيش الذل ما في لها طاقة على العز والناموس احنا تعاهدنا وبانصر المظلوم نرجع لإحقاقه كانت له شعبية واسعة في الجيش الوطني لما يتمتع به من روح شبابية ومعنويات عالية فقد لقب بالفدائي وفي أواخر أغسطس من العام 2019 افتدى الوطن بروحه ودمه ورحل إلى ربه شهيداً تاركاً وراءه تركة بطولية يصعب على التاريخ أن يفي بتدوينها فقد أصبح أيقونة وطنية وهو الذي قاوم الميليشياء بلسانه وبندقيته حتى لقي ربه شهيداً مضرجاً بالحرية والكرامة عدنان غيلان سهيل